من الأحديث الصحيحة في تحريم الحجبات والتمائم حديث صحيحة كلها حسرودة أولا ما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية عقب بن عامر الجهني قال كنت عاشر عشرة رهط جاول النبي عليه الصلاة والسلام قال فبايع النبي تسعة وصافحهم وأبى أن يبايع واحدا قيل لما يا رسول الله قال إنه معلق تميمة سبحان الله الرسول رفض بايع لأنه لبس الإحجاب إنه معلق تميمة فأدخل الرجل يده في جيبي فقطعها ورم بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك الحديث الثاني أورده المنذر في صحيح الترغيب وصحاه الألباني في صحيح أورده المنذر في الترغيب وصحاه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من رواية عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله قال دخلت على عبد الله بن عكيم أو عكيم وهو أبو معبد الجهني وبيه حمرة والحمرة مرض زي الطاعون قريب للطاعون مرض خطير جدا يعني تعبان تعب شديد هذا الصحابي عبد الله بن عكيم رضي الله عنه فقلت يا عبد الله ألا تعلق وفي رواية أتى بها صاحب المشكات قال قلت يا عبد الله ألا تعلق تميمة هذه رواية مهمة ألا تعلق تميمة قال الموت أقرب من ذلك شو الصحابي ذا عقيدته قوية كيف لما الرجل لك قال يعلق فالصحابي عقيدة متينة قال للموت أقرب من ذلك أخر للموت مما أعلق له حجاب أموت مما يعقل له حجاب وفي رواية أيضا قال نعوذ بالله من ذلك له لأنه علموا إن تمام الحجباء دي الشرك وكفر بالله شكدا قال نعوذ بالله من ذلك من الشرك وقال الموت أقرب من ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه والرواية دي بترد على شبهات كثيرة أعظمة الصبيب يقول لك لا أنا معلق ليه حجاب من أبوي الشيخ تعال طريقة شيخ الطريقة أو كده أو كده أو كده هنا قال من تعلق شيئا شيئا لو علقت أبوك الشيخ ذاته أشان ينفعك أو يضرك أو لو ما لبسته علقته لكن تعال علقته قلبك برضو تدخل هنا وكل إليه يعني ربنا سبحانه وتعالى يكلك إلى ما تعلقت به من غير الله عز وجل لأنه اللي بتوكل على ربنا ربنا بكفيه أما اللي بتلبس له حجاب لما توكل عليه خليه كفيه هكذا ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه الحديث الثالث من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك الرقى نوعين من القرآن والسنة دي جايزة النوع الثاني يقول بيعمله شي يخطرك والفكايا يقول لك جيبته يا سحمر بنفسجي نطبحه أو نفتح لك الكتاب أو شنو شغل بتاع شياطين وبتاع الجن ده هو الشركة المقصودة في الحديث ده الرقى الشركية المقصودة في الحديث أما التمائم جمعي تميمة الحجبات ذاتة البلبسوها هنا وبالبسوها هنا وبالبسوها هنا وبالبسوها هنا والتي ولا دعرق المحبة مرضو بيعملوش يخطرك عشان يقول لي لو يغش المرأة يقول لاشا الراجلك ما يعرس فيك تحببك لراجلك أو يعملوه لتحبيب الرجل للمرأة والمرأة للرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال التلاتة دي شرك بالله سبحانه وتعالى الحديث دي عنده قصة إنه عبد الله بن مسعود دخل على زوجته يسمى زينب وليقاه معلق لها خيط وقطعه وقال أصبح لابن مسعود أغنيه عن الشرك وقالت له كنت ممشي له فلان اليهودي وعني كانت تقزف ورغ ليه في الخيط القصة دي الشيخ الألباني جاب في بعض كتبه زي غاية المرأة وزي السلسلة الصحيحة تقريبا المجلدة الأول الجزء الأول وجاب إنه صحيحة القصة دي لكن بعد ذلك في قدام لما مجلش في السلسلة الصحيحة بقل فيها اكتشف إنه القصة دي ما صحيحة مش الحديث القصة إنه دخل على زوجته زينب وكان تمشي ليهودي ورغي لها وكذا بباطلة لأنه ما ممكن مرى الصحابي تمشي ليهودي يرغي لها ده واحد اثنين إسناد ذات وباطل شخ الألباني ناقشه وقال أنا كنت جبتها وصحعتها لكن اتبين لي من الإسناد ومن علم الإسناد إنها ضعيفة فليبلغ الشاهد الغائب والآن نحن نبلغكم كذلك ما رواه ابن أبي شيبة من رواية إبراهيم ابن يزيد الناخعي رحمه الله تعالى من أئمة التابعين قال كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه تلاميذ لأنه ده ده فتوى ابن مسعود شيخ كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن والكراهة عند السلف الأوائل ما كان يقصد بها كراهة التنزيه إنما الكراهة عندهم كانت للتحريم فقط كما ذكر ذلك الشيخ الألباني وغيره من العلماء لأنه استدلوا كانوا بالقرآن ربنا ذكر معاصي كبيرة ذكر الزنا وذكر أكل مال اليتيم وذكر كبائر كبيرة جدا في نهايتك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاء فلا يمكن أن يكون الزنا والأكل مال اليتيم والكبائر العظيمة جدا من الذنوب تكون هي كراهة التنزيه يعني ما محرمة فده كان أسلوب ومصطلح الكراهة عند السلف يعني التحريم فعبد الله بن مسعود وأصحابه وتلاميذه كلهم كعلق ما وغيرهم كانوا بيروا تحريم التمائم كل من القرآن وغير القرآن فالتمائم شرك لكن اللي يعلقوها من القرآن يا أخوانا هي بدعة بدعة من البدعة مش القرآن زادة المصحف ده بدعة لا لكن تعليقه كونك تعلق انت هنا ابتدعته لأن القرآن ربنا نزل أولا نتدبر ونعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته مش أن تعلقه ولا تعمل محايا تشربه ولا تعمل بخرة تتبخر به ده أول حاجة الحاجة الثانية العلماء قالوا ما يستعلق حجاب أو تميمة من القرآن لأسباب منها أولا قالوا تعليق القرآن يؤدي إلى امتهانه لأنه هتعلقوا تخشب الحمام هتعلقوا تعرك فيه أو تكون انت على جنابه فامتهنت القرآن اثنين قالوا لأنه تعليق القرآن سبب وزريع على تعليق غيره يصوفي الآن بغش الناس بحجباتهم ما في قرآن ولا حجاب واحد في قرآن ما لا قال واحد فتحه لقو فيه بعرة بتاع البعير بتاع الجمل وهكذا فما في قرآن لكن بغش الناس بيقول لهم ده قرآن الحجاب ده يدوك له مقفل بيجي للتاس وقول لك ده قرآن فدي زريعة إنه لو قالوا يجوز التعليق القرآن حيعلقوا شنا جماعة غيره السبب التالي قالوا لعموم أحاديث النهي عن تعليق شنو التمايب الحاديث ما فرقت حتى الرجل لما جايب عن رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث زكارنا قبيل النبي يبايعوا ليه قالوا يا رسول الله قال إنه معلق تميمة والتميمة جوة هنا جوة قميص جوة جوة قال إنه معلق تميمة لأنه شافوا كده بارزة يلا مكتوب فيها شنو جوة النبي ما فصل يبقى أي شنو تعلقته يسمى تميمة لكن التميمة من القرآن هي بدعة ومن غير القرآن شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم